السلام عليكم ورحمة الله تغيير تيل الفرامل العادية موضوع سهل وبسيط واي حد بيعرف يعمله لكن الفرامل الكهرباء الوضع بيختلف تماما لان الكليبر بتاع الفرامل بيكون ركب عليه مطور كهربي علشان تغيره تيل الفرامل لازم تخلي المطور ده يفتح او يدخل في وضع تغيير التيل هنا بيكون قدامك طريقتين الطريقة الاولانية هي الطريقة البلدي او اليدة وما بيكونش معاك اي كمبيوتر اعطال بتعمل حيلة كده او تحايل على كمبيوتر بتاع السيارة علشان يفتح حاجات بسيطة خالص فنبدأ نتحايل علشان نغير التيل الطريقة التانية هي الطريقة الرسمية والسهلة عن طريقة كمبيوتر اعطال وتدخل على البرنامج وتقول المطور افتح لشان ها غيرت التيل تغير التيل وتأفل كله تمام اخرج علشان الفرامل ترجع تعمل يقولك مش غارج يمينش مال يهديك ربنا اخرج علشان الفرامل ترجع تعمل ابدا مش خارج من الوضع ده يبقى حالي المشكلة دي علشان لو قبلتك ده اللي هشرحه لك دلوقتي نبدأ أولا بطريق تغيير الفرامل الكهربية بشكل يدوي من غير ما تدوس على الفرامل هتدوس على زرار التشغيل تكة وبعدين تكة تانية هتلاقي العددات اشتغلت ونورت هنا بقى هتدوس على الفرامل للآخر وبعدين تدوس على زرار الفرامل تنزله لتحت كده الفرامل الكهرباء فكت وجهزة وقعطت في السيارة ولا تدوس على زرار التشغيل لانك لو عملت كده الفرامل هترجع تقفل تاني بعد كده بتروح لكلبر الفرامل الكهربية وباستخدام فك بتحاول ترجع البيستم لورا سنة صغيرة لان ده بيسهل طلوع الجزء المتحرك من الكليبر وبعدها بتفك المصمار لعلوك تاعة الكليبر وبعدين المصمار اللي في الأسفل قبل ما تسحب الجزء المتحرك لازم تحرر كل الوصلات المتصلة بيه علشان توسع لنفسك وأخيرا بتسحب الجزء المتحرك وتطلعه البرة وأول حاجة تعملها انك تتطمن ان البيستم بتاعك كليبر نضيف تماما ومفيش عليه اي اتساخات من اي نوع أو صده ولو لقيت يبقى لازم تنظفه الأول بعدها هنحتاج ان احنا نرجع البيستم لورا وعلى فكرة الزرجينة اللي بستخدمها دي انت سهل تعملها بأي مصمار وحطة حديدة مبططة لان فكرتها بسيطة جدا زي ما انت شايف وهنا انا بحاول ارجع البستم لورا بس هيجي عند حد معين مع الفرامل الكهرباء وهيقف مش هيرجع خلي بالك في حالات بيكون البستم بتاعها على الاوز من جوه وما ينفعش ترجعه باستخدام زرجينة ولازم بترجعها لف عكس عقارب الساعة باستخدام بن سابوز بس الحالة دي البستم عادي مش على الاوز ورغم كده مش بيرجع لان المطور ما خدش امر الدخول لوضع تغيير الفرامل من كمبيوتر السيارة فاحنا بنفضل نحاول معاه واحدة واحدة نلفه شوية يمين شوية شمال علشان نسهل رجوع الورا وخلي بالك الموضوع بيكون ممل ممل ورخم وبياخد معاك وقت ومجهود وهو ده عيب الطريق اليدوي واعمل حسابك ان رجوع البستم الكهرباء بياخد معاك مش اقل من نص ساعة بعض الناس بتلجأ لحل تاني وهو انه يفك مصمار الهواء علشان الزيت اللي جوه يهرب والبستم يرجع بسرعة بس في الحالة دي لازم هتاخد هوا للفرامل بعد ما تخلص في النهاية رجعنا البستم الكهرباء اللي وراه بعد معاناة اللي بعد كده وعلى حسب التيل اللي عندك بتشيل السستة لو موجودة وبعدها بتطلع التيل القديم من الناحيتين لما تيجي تركب التيل الجديد اعمل حسابك ان بعض السيارات زي عندي بيكون فيه قطعتين للتيل ليهم اتجاه في التركيب يعني فيه واحدة بتركب جوه واحدة بتركب برا ودي بتعرفها من البنوز اللي بتكون في ظهر التيل قبل ما تركب الجزء المتحرك بتفك الدليل او الجايد بن اللي بيتحرك عليه الكليبر هتلاقيه طالعلك بالمنظر ده هتجيب قماشة وتمسح كل الاتساخات اللي عليه وتنظفه كويس جدا علشان يتشحم قبل ما يركب بس ما ينفعش تستخدم شحوم بيترولية لانها بتاكل الكويتش وتقطعها هتحتاج شحم سيليكون وده علشان غالي فهم عملوا منه عبوات صغيرة 25 جرام تقريبا سعرها اقتصادي وفي متناول الجميع وحجمها زي ما انت شايف الشحم ده بيتصنع من زيت السيليكون والبولي سيلوكسان ولونه شفاف او ابيض وضد المية وبيستخدم مع المعادن والمطاط والبلاستيك وليه استخدامات تانية كتير وقبل ما تستخدمه لازم صباعك او ايدك تكون نظيفة جدا لانه حساس للاتساخات وما ينفعش تتعامل معاه زي الشحوم البترولية بتاخد منه حتة صغيرة خالص وتبدأ تشحم الدليل او الجايد بين لان الدليل اللي فوق واللي تحت مسئولين عن سرعة وحرية حركة البستن بتاع الكليبر لان الدليل اللي فوق واللي تحت لو واحد منهم تقيل او عالق بيخلي التيل يخلص بسرعة او ان جنب من التيل يتاكل والجنب التاني لقى وبترجع تركب الدليل زي مكان وتتأكد ان كوتشة التراب ركبة باحكام ونفس اللي عملناه مع الدليل اللي فوق بنعمله مع الدليل اللي تحت وللمرة التانية بنبه انك ماينفعش تستخدم شحوم مشتقة من مواد بيترولية لانها بتاكل المطاط وتقطعه وبرضو اتأكد انك قفلت كوتشة منع التراب باحكام وهسيب لكم رابط الشحم السيليكون تحت الفيديو لانه بينفع في مجالات كتير جدا ومخصص لتشحيم الاشياء اللي ماينفعش تتشحم بشحوم بيترولية بتركب سوستة التيل في اللي خرام بتاعتها اللي بتكون موجودة في التيل وإيد تمسك التيل علشان ماينطرش والإيد التانية بتركب الجزء المتحرك بتاع الكليبر وأخيرا بتربط المصمرين اللي فوق واللي تحت كويس جدا وترجع كل حاجة زي مكانت وترجع تدفع زرارة تشغيل هتلاقي البستم رجع في مكانه وتشغل السيارة وتضغط فرامل أكتر من مرة الطريقة التانية بتكون باستخدام كمبيوتر الأعطال بعد ما بتركب الفيشة بتاعته في مكانها وهنجرب على الناحية التانية من السيارة باستخدام كمبيوتر الأعطال بندخل على وتختار نوع السيارة اللي معايا شيري تيجو والدوس أوك وبعدها تختار تيجو سيرياس التيجو سيفن اللي أنا شغال عليها كانت بتبقى مكتوبة واضحة تيجو سيفن لكن مع التحديث الأخير لللانش الـ X431 سموها T1E غتاة كده يعني عشان يحيرونا شوية استنى لما تحمل وتختار Common Special Function وبعد كده تختار Break Bad Replacement وبعدها Replace Break Disk هيظهر قدامك اختيارين الأول Enter PPC Maintenance Mode وأول ما ضغط عليه يشوف إيه اللي هيحصل كده مطور الكهرباء فتح أو أخذ وضع تغيير تيل الفرامل اللي بعد كده هي نفس الخطوات بدون أي تغيير ريح البست ملورة سنة صغيرة وأسع لنفسك علشان لما تطلع الكليبر فوق المصمار اللي فوق والمصمار اللي تحت بتوعب الكليبر طلع الكليبر واركنه مؤقتا على ما تجيب الزرجينة وبعد ما ركب الزرجينة وابدأ رجع البست من الورا هتلاحظ أنه بيرجع عادي جدا وبمنتهى السهولة ومن غير أي مجهود يسكر لأن المطور واخد وضع تغيير التيل من كمبيوتر الأعطال ونفس الخطوات بتاعة فك السوسط وتطلع التيل من مكانه وبرضو نفس خطوات الصيانة الوقائية اللي تجنبك مشاكل كتير في الفرامل وتيل الفرامل والكليبر نظف جايد بين قوي الدليل وشحمه شحم السيليكون من كل الجناب وركبه وتأكد أن كويتشته التراب بتاعه اتقفلت في مكانها كويس ونفس خطوات تركيب التيل وتخلي بالك من الاتجاه للمرة التانية وبعدها ركب السوسط في اللخرام بتاعتها في التيل وإيد مسكة تيل وإيد بتركب الكليبر وبتربط المصمار اللي فوق والمصمار اللي تحت وهنا بقى لما ندوس إجزايت أو الخروج من الوضع المفروض تسمع صوت المطور وهو بيرجع لمكانه ما حصلش والرسالة بتقولك فشل ودي مشكلة بتقابل فنيين كتير طيب حلها إيه؟ ركز معي في الخطوات هتدفل السيارة من زرار التشغيل وتروح على البطارية تفك الطرف الموجب والطرف السلب وتستنى عشر ثواني وبعدين ترجع تركبهم تاني بنفس الترتيب وتدخل على السيارة ومن غير ما تدوس فرامل دوس أو التك على الزرار واستنى كام ثانية وبعدها دوس التكة التانية وبعدين استنى خمس ثواني وبعدها ادفل السيارة وترجع تكرر نفس اللي انت عملته ثلاث مرات بنفس الترتيب وبنفس الزمن وفي نهاية المرة الثالثة دوس فرامل وشغل السيارة عشر ثواني بالزبط وبعدها ادفل السيارة وبعدين ارجع دوس على الزرار علشان تفتح كونتاك وتجيب كمبيوتر الأعطال وتسجل خروج وترجع تدخل من أول وجديد على برنامج السيارة اللي انت شغل فيها ولما بتوصل لنفس القيمة اغلب الفانيين بيقع في نفس الغلطة وهي انه يدوس على خروج من الوضع وده غلط انت بتدوس دخول على الوضع للمرة التانية وبعد ما تسمع صوت مطور الفرامل لحد ما بيفتح بتدوس على خروج وتعالى نجرب عملية انا هنا خلاص دست على دخول للوضع وسمعت صوت المطور هدوس على خروج ونشوف النتيجة البست مرجع في مكانه وكل حاجة زي الفل لايك وشيرلي الفيديو علشان الناس اللي بتغير بالطريقة اليدوي او بالكمبيوتر تبقى عارفة مميزات وعيوب كل طريقة وازاي تتعامل معاها وبعد ما تضغط على زر الاشتراك فعل اشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بازن الله اشتركوا في القناة